السلام عليكم ورحمة الله وإهلا بكم لقاءة جدد سر زيارة الوفد الوساطة العماني للحوثيين المتكررة في خلال 20 يوم زيارتين اتنين الزيارة السابقة كانت 21 ديسمبر الماضي والزيارة الحالية كانت 10 يناير وانتهت أمس في 15 يناير لكن إيه سر الزيارة؟ كلام خطير جدا لمسؤول يمني وصحف كبير يمني باتصال ما بينهما بين مسؤول عماني في الوساطة اللي بتدور الآن واللي هو عاد من صنعاء في الزيارة اللي كانت 21 ديسمبر الماضي يعني كانت من حوالي 20 يوم أو أكتر حصل اتصال ما بينه كشف عن حقيقة كبيرة جدا مهمة جدا لأول مرة يتم الكشف عنها أيضا بكشف لكم هنا في الحلقة عن الإفراج عن أسير سعودي لم يتم الكلام ده تناوله في الإعلام نهائي الوساطة العملية الأخيرة اللي هي غضرت صنعاء أمس حضرت معها أسير سعودي هيتم الكشف عن اسمه ولكن في خلال الحلقة فرجاء مشاهد الحلقة أخر دقيقة عجبك المحتاج المشاهد اعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وشير في الجربات واعجاب بالحلقة زي المشاهد لأنه ده بيحسن من أداء القناة والمشاهدة بتاعته يبدو أن سلطنة عمان أحسب بخطر الملالي والجمهورية الإيرانية الإسلامية طبعا كلنا عارفين ومتأكدين أن سلطنة عمان تبقى ليه يعني سياستها عندها حكتين اتنين سلطنة عمان والسياسة بتتبعها منذ عقود يعني من عشرات السنوات وهي سياسة المهدنة مع النظام الإيراني أيا كان من الشاه أو بعد الشاه أو من الخميني أو الخميني أيا كان أيضا النظام الديني يتوافق بطريقة ما مع الأيدولوجيا الإيرانية لكن واضح جدا أن سلطنة عمان في الفترة الأخيرة استشعرت بأنه هناك تهديد من النظام الملالي وأنا كان في حلقة اتكلمت فيها من حوالي ستة أشهر أو أكتر أكتر من ستة أشهر كانت بعد الهدنة الأولى اللي كانت فيه إبريل الماضي اتكلمت قلت أنه الدول اللي بتخدم مصالح إيران في الخليج وهي سلطنة عمان وقطر في حالة تهديد الوجود الملالي ونهاية دورهم في المنطقة والإجهاز على أو سقوط النظام الملالي لازم يكون لهم تحرك خارجي وممكن يتم تهديد الأمن إما لسلطنة عمان أو حتى قطر ما عندهمش مشكلة وممكن تبقى دولة تالتة يعني فالنظام أو السلطنة عمان استشعرت بيه تهديد للأمن القوم بتاعها وإن التهديد ده وصل على أبواب سلطنة عمان الصحفي ومسؤول يمني فيه اتصال بمسؤول عماني المسؤول عماني ده شارك فيه زيارة صنعاء للوساطة في 21 ديسمبر الماضي بيقول له مسؤول اليمني بيقول له ماذا حملتم للحوثيين يعني ايه الأفكار اللي معاكم اللي انتم بتطرحوها أو الرؤية اللي معاكم فقال له في زيارتكم الأخيرة كان ظن المسؤول أو الصحفي اليمني دوت أنه هتكون الموضوع هيقول له شروط الهدنة شروط السعودية أو شروط التحالف أو شروط المجلس الرئاسي اليمني لكن الموضوع كان مفاجئ جدا قال له على اللسان المسؤول الوساطة العماني قال له نحن فيه عمان علاقتنا كبيرة جدا بإيران وبنقوم باتباع سياسة الوساطية ولكننا لم نسلم سلطنة عمان لإيران ده تبقى لكلامه انت بقى عزيز المشاهد هما سلموا سلطنة عمان لإيران سلموا لها مين يعني أنا بقول لك كله بيقوله المسؤول العماني للمسؤول السابق اليمني بيقوله ان احنا آه علاقتنا كبيرة جدا بإيران وعلاقة متشابكة وعلاقة قوية جدا ولكن ان احنا ما سلمناش سلطنة عمان لإيران هو يقصد ما سلمناش يعني ايه يعني ما فيش الحرس الثوري موجود عندنا ان قواعد السواريخ الإيرانية موجودة عندنا ان احنا يعني لم تحتل سلطنة عمان من الكيان الفارسي فبيقول التعامل مع الملالي فقط يعني احنا بنتعامل معهم تبقى ليه الرؤية وإطار السياسة الدولية أو السياسة العمانية الوسطية بين كل الأطراف يعني احنا وسطاء مع كل الأطراف من توسط ما بين ده وده وان احنا بنحمل دايما السلام للآخرين وأضاف المسؤول العماني بيقول رغم علاقتنا بإيران الكبيرة ولكننا لم نسلم عمان لإيران أضاف ان ان هما كمان وهما بيكلمون مع الحوثيين قالوا لهم ايه قالوا لهم بالحرف الواحد يعني الوفد العماني مع الحوثيين في صنعاء قالوا لهم ان احنا والموضوع ده على فكرة المفاجئة ان هو مش في الزرعة الأخيرة لا الزرعة القابل الأخيرة ان موضوع ده اتكرر بدل المرة مرات كتيرة جدا وده من ضمن الأسباب اللي هو بيكشف عنها ان هما ليه سلطانة عمان كانت بتتوسط ده تبقى ليه كلام المسؤول العماني بيقولوا ان احنا قلنا للمسؤولين الحوثيين في صنعاء ان احنا علاقتنا كبيرة جدا بإيران وان احنا بنتعامل معهم بطريقة كبيرة جدا ولكن احنا كسلطانة عمان ما سلمناش سلطانة عمان لإيران فاحنا طلبين منكنتو كمان ان انتو ما تسلموش اليمن لإيران فقال له طب وردهم كانوا ايه قال لا هم ما فيش رد من عندهم لكن ان احنا بنحاول ان احنا نقول لهم يعني ما فيه بلاش كذا وبلاش وبلاش لكن بالوساطات المتكررة في خلال يعني الاشهر والاعوام الماضية الاخيرة تأكد لنا ان انهم ايضا يعني لم يستجيبوا لكل طلباتنا بعدم الاعتماد على الحرس الثوري او ايران وانهم ميكونوش موجودين ويتسلموش اليمن لإيران بقول ان هم لم يستجيبوا لنا في الاول مرارا يعني ويبدو انهم يعني الامر خلاص انهم سلموا كل شيء لايران فعلا وبقولوا كده الحوثيين سلموا كل شيء في اليمن لايران ده المسؤول المسؤول من ضمن المسؤولين اللي هم فيه الوساطة العمانية فيه للحوثيين في اليمن طب ليه سلطنة عمان بتعمل كده سلطنة عمان ادركت فيه الفترة الاخيرة والادراك ده كان يبدو انه متأخر انه رغم ان احنا طبعا نعلم وانا اتكلمت في المتحدة بكده انه سلطنة عمان كانت بتقوم بتهريب الاسلحة للحوثيين وانه هي فتحة لهم شركات وانه هي بتساعدهم وانه هي كل الكلام ده كله بتعمله عشان خاطر تهادن مع الحوثيين انها تدرق شرهم لكن استحالها تتعامل مع تعبين ومش تلدقك يعني الكلام ده انا بوجد سلطنة عمان استحالها انت بتتعامل مع تعبين كبيرة وتعبين صغيرة تعبين كبيرة اللي هي الجمهورية ايران اللي اسلامية النظام المالي انت تتعامل معها بقى لك عخود وانت شايف ان انت يعني بتأمن شره وان انت بتكون بتتبع السياسة معها وتتبع معها سلام النظام المالي ماليوش كده خالص نظام الماليوش في الامن والسلام ده ممكن هو جاي عندك ليه بيهرب حاجات وفتح عندك شركات تجارية وفي الاخر هي تتبع الحرص الثوري وانه هو ممكن يهدد امنك القوم داخلي وخارجي الحوثيين اللي هم الان حبيبكوا والقيادات الحوثية شعة الشوارع اللي بيطلعوا بالتصريحات محمد عبد السلام والناس دي كلها ويشكر الوساطة العمانية وقت ما تيجي الاشارة من ايران للانقلاب عليكم هينقلاب عليكم وقبل منها طبعا هيتطلعوا فلوسهم وشركاتهم يطلعوا من سلطانة عمان يودوها اي دولة تانية يودوها قطر عند حبيبه البديل فالامر ادركت سلطانة عمان متأخرا خطورة النظام المجوسي وخطورة كمان الحوثيين شعة الشوارع ادركت متأخر سلطانة عمان متأخر جدا ان انتوا استشعرتوا بتهديد الامن القومي لسلطانة عمان استشعرتوا متأخرا جدا ان انتوا بقتوا ما بين الكماشتين الحوثيين والمشروع الصفوي امامكم فيه يعني خليج عمان القواعد المسيرات وقواعد السادة دي موجودة متشاطة على الخليج قدامكم قدام خليج عمان انتوا مهددين تماما وممكن يكون فيه اختراقات وان لم يكن فيه اختراقات من الحرس الثوري موجودة داخل سلطانة عمان انت لو فتحت لهم الابواب وصعب جدا تقفلوها بعد ما فتحت لهم الابواب ما فيش حد يفتح الباب لمشروع صفوي وهيأمن من شره مهما عملت له من خدمات مهما ان انت عملت اللي معاه ده لما دخلت معاه فيه تعاملات سياسية ومش لازم ان هو هيخش ويعمل اي حاج السعودية عادت للعلاقات مرتين اتنين وكانت وكانت مصير ايه ان هما بيقوموا بتهديد الامن القومي حتى في الحجة يعني الحج ما سلامش من ايران الا اسلامية اللي بيمشي ورا ايران ان ايران اسلامية الحج ما سلامش من تهديد المشروع الصفوي اللي لا اسلامي فانت كسلطنة عمان انت اللي ساعدتهم وانت اللي وقفت معاهم وانت اللي حطيت ايدك في ايدهم بقماشي انت راجل سلام وان انت بتتبع السياسة الوسطية كل الكلام ده كلام جميل لكن في الاخير مصيرك ايه الان بتستشعر بالتهديد ليه مسؤول سلطنة عمان ليه اتكلم كده مع مسؤول السابق اليمن وقالوا كده ليه استشعرهم بانه التهديد الملالي اصبح على الابواب لسلطنة عمان ده اللي لم يكن ان هو ده خلق غرف نومك وده خلق بيتك وقعدوا يعني قعدوا ومرعرع في الاخر يعني استشعروا في الاخر انه ايران يعني ان الحوثيين سلموا كل شيء لايران استشعرتوا الكلام ده دلوقتي ده من سنين الحوثيين سلموا سلموا اليمن لايران من سنين انتو الاستشعرتوا انتو بتتفاوضوا متأخر على سلامة امنكم القومي انتو استشعرتوا الامر ده متأخر جدا اه ممكن يعني تأتي متأخرا افضل من لا تأتي ابدا لكن بعد ايه ده يعني المشروع الفارسي دوت لو دخل في حتة خروجه منها بصعوبة كبيرة لازم يكون قوة مؤثرة جدا ان هي تقدر تنتزع المشروع ده من المكان ده لازم تكون قوة مؤثرة جدا قوة تكون لها قوة سياسية وقوة وكل لها قوة جغرافية سياسية يكون لك اه يعني تقدر ازاي تستخدم سياستك مش حد يستخدمك ما يواجه سلطنة عمان صعب جدا لكن حتت بقى انه اللجنة بتاعت الهدنة وانه هم مباحثات كلام ده كل ما ممكن نتكلم فيه في حلقة قادمة نكشف فيها برضو عن حقيقة مهمة لكن قبل منهي الحلقة كان ليهم دور سلطنة عمان بالافراج عن اسير سعودي الرقيب عبدالله بن علي الشهري وصل لارض الوطن الصباح اليوم باكر جدا والتقى باهله وزويه ويعني سلطنة عمان برضو بنشكرها على الدور ده كل واحد نديله حقه لكن وده يعني يعتبر من ضمن يعني اسير في الفترة الاخيرة تم يعني اسره اعتقد من حوالي اربع سنوات تقريبا او خمس سنوات وباله خمس سنوات تبقى للمصادر وانه الزيارات المتكررة لسلطنة عمان للوقوف على مدى تعاون الحوثين مع ايران الامر ده كان متأخر جدا استفاقت سلطنة عمان متأخر بعد امن لم يدق الباب التهديد الملالي للامن القوم استطاعه منه لكن ممكن يكون دخل عندها البيت كمان وقاعد حافظ الله جميع استدعكم الله الذي لا تدعى ودعى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة